احنا عايزين في البداية نعرف سبب المشكلة ايه السبب في السمنة عند الاطفال؟ هل هي عادات غذائية خطأة؟ ولا ممكن ترجع الى عام الوراسي؟ طيب خلينا نفتكر كده ونفكر دلوقتي زمان مثلا من 20 سنة كان فيه نسبة السمنة دي عند الاطفال؟ لا كناش بنشوف حالات في العيادة خالص مثلا اطفال اللي حصل دلوقتي الوستن رونيزيشن او اللي هو التمثل بالغرب في الاكل ده عمل لنا مشكلة كبيرة جدا جدا الام العاملة كمية المحلات اللي فتحت في كل حتة في المدارس وفي الجماعات يعني الجماعات بيبقوا اكبر شوي بس نقول في المدارس في النوادي حاجات دي كلها خلت الامور سهلة خلت الولاد ما بتاكلش اكل صحي خلت فيه نسبة سمنة عالية جدا مش في مصر بس في العالم كله عند الاطفال بتادي المشاكل طبعا وكمان اكترها للناس بتاخدش بالها منها مشاكل في النمو لان الهرمونات دي في الاخر بتتعامل من المواد الصح اللي احنا بناكله ففيه تأخ النمو كتير جدا فيه نمو بصورة غلط ذهني وجسمي يعني في السيولوجي كل كمان فالموضوع لأ جدا احنا عندنا كمية امراض بقت دلوقتي في الاطفال كتير جدا لما جلنا طفل في مرحلة ما قابل السكر او عنده سكر او عنده مقاومة انسولين هو لسه 8 و 19 سنين كنا زمان نسمح السكر ده الناس اللي كبرت تم كبر جاله سكر فطبعا على فكرة ساعات كتير كمان بيبقوا بيلعبوا رياضي بيبقوا في النوادي دي نتجة ايه الولد خلص تمرين حرق مثلا 300 كالوري ده لو حرقهم طلع اكل وجبة من الوجبات اللي موجودة او حاجات الحلوة اللي بتتباع اخد 1000 صعر عليه من غير ما الام تاخد بلع زي ما منا بتقول ده حرق لا هو حرق قد ايه واخد قد ايه بلاش اخد ايه من الوجبة الالف صعر اللي اخد ايه المواد اللي اخدها اخد دهون مش صحية يعني لسه كان حد عندي يعني ابو ام الطفلة عنده سنتين عنده ارتفاع في الدهنيات ومش تخين زي ما تخيلوا بيأكل غلط تخيلوا 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 موسيقى اشتركوا في القناة